بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الكلاس ان شاء الله رح نستعرض عنوان العلاقة بين اللي هو النهايات من اتجاه واحد والنهايات من اتجاهين بداية العلاقة بين اللي هو وان سايدد لمت والتو سايدد لمت طيب من هو بداية التو سايدد لمت التو سايدد لمت هو عبارة عن كتابة اللمت بدون يمين ويسار شفنا احنا انه قيمة اللمت للF of X as X approaches A بتساوي L من خلال الرسم لكن متى يتحقق هذا الشيء متى يتحقق لدي التو سايدد لمت لما يكون عندي اللمت من اليسار يساوي اللمت من اليمين يساوي قيمة اللمت اللي هي L اذا تحقق هذا الشيء فان التو سايدد لمت بساوي L واذا تحقق التو سايدد لمت فان هذه الجملة بتساوي بتكون صحيحة وبالتالي عشان كده احنا عنا F and only F الجملة هذه في الاتجاهين اذا تحقق هذا بيتحقق اللي موجود عندي هنا او اذا تحقق اللي موجود عندي هنا بيتحقق هذا هذا التو سايدد لمت وهذا الون سايدد لمت طيب في هذا المثال بيقول لي explain why هذا اللمت does not exist شفنا في الدرس الماضي انه هذا اللمت احنا فحصناه عن اليمين وعن اليسار فوجدنا انه قيمة اللمت من اليمين بتساوي واحد وقيمة اللمت من اليسار بتساوي سالب واحد حسب التعريف اللي شفناه قبل شويه قيمة اللمت بيكون إلها قيمة إذا تساوى اللمت من اليمين ومن اليسار لكن هنا two limits are not equal هنا اللمت هذه ليست متساوية عشان كده هذا اللمت منقول عنه does not exist ومنكتبه بهذا الشكل قيمته غير معرفة غير موجودة طيب هتنشوف من خلال هذا الexample موضوع اللمت من اليمين ومن اليسار وبناء عليه هل اللمت exist ولا does not exist الهدف من هذا المثال أنه نشوف أشكال مختلفة للدوال عند النقطة المطلوب أنه أنا أعرف اللمت عندها وبالتالي في هذه الثلاث حالات المطلوب معرفة اللمت as x approaches a للf of x هل هي exist ولا does not exist عشان أعرف إذا كانت exist ولا does not exist لازم أفحص اليمين اللمت من اليمين ومن اليسار نيجي الآن للرسمة الأولى عندي تعريف للدالة أكبر لقيم الـ x أكبر من اللي هو الـ a وتعريف للدالة لقيم الـ x أقل من الـ a وتعريف للدالة عند قيمة الـ x بتساوي a هذه قيمتها يعني f of a بتساوي 2 تمام كده وبالتالي قيمة الدالة معروفة عند الـ a الآن هاي رسمة الدالة إذا أنا أبغى أعرف اللمت هل هو exist ولا does not exist باجي لا اللي هو باقترب من الـ a من اليمين بامتطي الدالة وباقترب عيني على قيمة الـ x وباقترب من اللي هو قيمة الـ x بتساوي a فبلاقي إنه الدالة تقترب من قيمة الـ y بتساوي 3 لما أمتطي الدالة من اليسار رح ألاقي إنه كل ما أنا اقتربت من قيمة الـ x بتساوي a من اليسار رح ألاقي إنه قيمة الدالة تقترب من قيمة الـ y بتساوي 1 وبالتالي اللمت من اليمين بتساوي 3 اللمت من اليسار بتساوي 1 معناته إنه اللمت هنا عند x بتساوي a does not exist وبالتالي اللمت does not exist بالرغم من إنه الدالة معرفة عند قيمة الـ x بتساوي a قيمة الدالة بتساوي 2 نيجي هنا وانتبه لشكل الدوال وانتبه انه مثلا هنا قيمة الدالة عند A بتساوي واحد يعني موجودة على هذا الجزء من الدالة يبقى انا معرف الدالة على قيم الـ X اقل من او يساوي A وقيم الـ X اكبر من A هل المت هنا exist ولا does not exist بنفس الطريقة نيجي عن يمين A وعن يسار A مدام القيم مختلفة هنا ثلاثة وهنا واحد القيمتين غير متساويات معناته هذا المت does not exist لكن قيمة المت من اليمين معروفة ثلاثة قيمة المت من اليسار معروفة واحد هذا الـ one sided المت لكن two sided limit does not exist هذا الشكل does not exist ما فيه له قيمة لانه المت من اليمين لا يساوي المت من اليسار وقيمة الدالة هنا معرفة هنا معرفة الها قيمة وهنا معرفة الها قيمة في هذا الرسم اللي موجود عندي هنا قيمة الدالة عند الـ A غير معرفة ما الها قيمة F of A undefined بنسميها وبالتالي الدالة معرفة على قيم الـ X أكبر من الـ A قيم الـ X أقل من الـ A بدأت تعرف هذا الـ limit exist ولا does not exist متى بيكون exist لما الـ limit من اليمين بساوي الـ limit من اليسار متى بيكون does not exist إذا كانوا غير متساويين وبالتالي الاقتراب عن يمين الـ A والاقتراب عن يسار الـ A يعني هذا الـ limit does not exist نيجي الآن لاستعراب مثال آخر بنفس الطريقة المطلوب هنا معرفة هل الـ limit as X approaches A لهذه الدالة اللي هو رسمها F of X exist ولا does not exist وكم قيمته إذا كان exist إذا كان الـ limit من اليمين بساوي الـ limit من اليسار كم قيمة هذا الـ limit وخليني برضو نشوف من الثلاث رسمات اللي موجودة عندي هنا F of A F of A قيمة الدالة عند الـ A كم بتساوي قيمة الدالة عند الـ A هنا undefined غير معرفة هل في قيمة للدالة عند الـ A لا يبقى F of A undefined هنا بيجيب لك هو الثلاث حالات طيب F of A هنا بتساوي ثلاثة غير موجودة على رسمة الدالة يعني الدالة غير متصلة هنا ما في اتصال في قفز عندي هنا تمام هنا في هول وقيمة الدالة بتساوي ثلاثة وبالتالي F of A بتساوي ثلاثة هنا قيمة الدالة بتساوي ثنين وهي قيمة موجودة على الدالة يعني عندي اتصال عند الاثنين فقط هذا بمهد لدروس اللي هو لقدام موجودة عندي وبالتالي لازم نعرف انه هنا F of A undefined هنا F of A بتساوي ثلاثة وهنا F of A بتساوي ثلاثة هنا في اتصال ما في اتصال ما في اتصال عند الـ A طيب نرجع لموضوع المت التو سايدد المت هل المت هنا exist مدام المت من اليمين يساوي المت من اليسار يساوي ثلاثة في الاقتراب من اليمين الاقتراب من اليسار قيمة المت بتساوي ثلاثة معناته انه المت exist يبقى اللمت للـ F of X as X approaches A بتساوي هذه القيمة اثنين ليش لانه اللمت من اليمين بساوي اللمت من اليسار بساوي ثلاثة هنا طيب امتطي الدالة عن اليمين عن اليسار هاي الدالة عن اليمين كل ما اقتربت انت من قيمة الـ X بتساوي A قيمة الدالة رح تقترب من الاثنين طيب عن اليسار بنفس المنطق نقترب من الـ A يبقى قيمة اللمت برضو هنا بتساوي كام بتساوي اثنين كذلك الامر بالنسبة لا الرسمة الاخيرة هنا اذا اقتربت عن اليمين الـ A او عن يسار الـ A في الحالتين رح يكون قيمة اللمت بتساوي اثنين وبالتالي هنا اللمت بتساوي اثنين الـ two-sided limit بتساوي اثنين في التلت حالات هذه اللمت من اليمين بتساوي اللمت من اليسار وبالتالي في الثلاث حالات المت لف of x as x approaches a من اليمين يساوي المت لف of x as x approaches a من اليسار يساوي اثنين عشان كده هذا المت بساوي اثنين اتمنى ان تكون الامور واضحة بالنسبة لكم كده وصلنا لنهاية هذا الكلاس يعطيكم الف عافية وبارك الله فيكم على المتابعة